مش مهندس ميسر هيكتور كوبر اختار قيمة المنتخب هي القيمة اللي هتخوض مباراة الكويت الودية ثم تبدأ في خوض المباراتين الباقياتين ومن ثم اختيار منهم القيمة اللي هتروح روسيا ان شاء الله بعد ما اختار 29 ارتأى اضافة 6 اسماء اخرى علشان يستكمل بيهم او يكونوا محطوطين على الويتنج لسه حسبا لاي اصابات الستة الجدد المبشرين بالمنتخب عمر جمال وحسام عشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان وحمد طلبة وعامر عامر ده اضيف ليهم بحسب ما اعلن المهندس ما فيش السلاية خالص اه ما فيش عمر السلاية بسم الله ما شاء الله المهندس ايهاب لهيطل المدير او مدير المنتخب اعلن في المؤتمر اسماء التسعة وعشرين عصام الحضر لعب التعاون السعودي احمد فتح الاهلي ايمن اشرف الاهلي شريف إكرامي الأهلي محمود عبد الرازق الشيكبالة الرائد السعودي أحمد المحمدي أسلون فيلا الإنجليزي عبدالله السعيد الأهلي محمد عبد الشافي الفتح السعودي أحمد حجازي وست برومتش الإنجليزي النن الأرسنال الإنجليزي محمد صلاح ليفربول مروان محسن الأهلي عمر جابر لوس أنجلوس الأمريكي أحمد حسن كوكاس بورتنج براغا البرتغالي سعد سمير الأهلي طرق حامد الزمالك محمود عبد منعم كهرباء اتحاد جدة محمود تريزيجي أسن باشا التركي علي جابر وست برومتش الإنجليزي رمضان صبح ستوك سيتي الإنجليزي سام مورسي وجن الإنجليزي عمر وردة أتروميتوس اليوناني محمد الشناوي الأهلي كريم حافظ لانس الفرنسي محمد عواد الإسماعيلي أحمد جمعة المصري عمر طارق أورلاندو سيتي الأمريكي محمود حمد الوينش الزمالك معاه محمود عبد العزيز أيضا وقال المهندس إيهاب لهيطة إنه المعسكر حيبدأ بمران مفتوح في مشروع الهدف يوم 22 مايو ثم أداء المران آآ التاني في اليوم التالي على طول 23 قبل السفر إلى الكويت الساعة التاسعة مساء 23 إن شاء الله ما ينفتش نظرك حاجة آآ من ضمن حاجة و30 لاعب مفيش أفضل لاعب في الدوري الإماراتي حسين الشحات اللي خرج بالدوري المصري ينافس على هداف الدوري وهو مدافع وعامل موسم استثناء أنا مش بقول لازم يتاخد بس بقول طالما إن إحنا بنتابع ناسه عم نجرب ناسه للدرجة دي هو بعيد في حين إن إنت لو تيجي تتكلم النهاردة في حسين الشحات في تقييمه في السوق هتجي قيمة التسوقية تسبق كل الناس اللي إعنا عملين رأساميها دي ما تيجي تتكلم مع المقاصة أو تتكلم مع النادي العين أو بتاع هلحطول لقيمة تسوقية